قامت منظمة الشكاوى الحكومية المؤحدة بمجلس الوزراء بتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بالتعامل مع أربع شكاوى واستغاثات تطلبت ملبسات واثنتين منها العرضة على النيابة العامة بما لتجعله إيداع أربعة أطفال واثنين من المسنين بدور رعاية اجتماعية مناسبة لحمايتهم من مقاطر الشارع فضلا عن إيداع سيدة بأحدى مستشفات الصحة النفسية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وذلك في إطار توجهات واهتمام القيادة السياسية بحماية وتحسين جودة حياة كبار السن وكذا الحفاظ على حقوق الأطفال وتفير معيشة لائقة لهم